بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف حلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي مشيت ربنا الحلم على بعض المحافظة رقم 3 محافظة الأسكندرية أول سؤال أكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الألاتية رقم 1 جسيمات متعدلة الشحنة توجد بنواة الزرة طبعا دي بسمها نيترونات نعرف أن نيترونات موجودة داخل النواة وكمان البروتونات المجابة قدرة بعض الحيونات على محاكاة الظروف البيئية السائدة بسمها المماتنة المماتنة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى بسمها قانون بقاء الطاقة قانون بقاء الطاقة كل ما له كتلة أو حجم طبعا دا تعرف مين المادة اختر من الرموز اللي هي قدامنا ديات اللي هو الكي اللي هو البوتاسيوم والحديد اللي هو إفئي والألمونيوم والسي إيه اللي هو الكاليسيوم ما يناسب العناصر التالية أول حاجة عندنا اللي هو البوتاسيوم طبعا اللي هو مين اللي هو الكي الكاليسيوم اللي هو سي إيه الألمونيوم إيه 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 حرف الأولين كابتل وثاني اسمه نخلي بنا بعد كده الحديد اللي هو مين إف إيه إف إيه احسب طاقة وضع كرة نعرفين طاقة الوضع بتساوي اللي هي الوزن فيه اللي هو الارتفاع يعني لازم يكون عند الوزن وعند الارتفاع كرة من النحاس حجمها 10 سنتيمتر مقعب ده عبارة الحجم كسافتها 8.8 جرم لكل سنتيمتر مقعب عند رفعها اللي أعلى مسافة قده 10 متر فوق سطح الأرض يعني دي المسافة علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية 10 متر كل ثانية يبقى احنا دلوقتي عاوزين نجيب مين طاقة الوضع تفاقنا طاقة الوضع بتساوي الوزن فيه اللي هو مين الارتفاع الوزن مش موجود عندي طب الوزن بيساوي مين القتلة في عجلة الجاذبية عجلة الجاذبية موجودة بس القتلة مش موجود فلازم أجيب أول حاجة لها مين اللي هي القتلة القتلة لازم استفيد من المعلومات اللي هو مدهاني مديني الحجم ومديني مين الكسافة نقدر نجيب القتلة منهم احنا عارفين القتلة المسلس بتاع الكسافة اللي هو احنا فاكرين عند هنا س وعند هنا كاف وعند هنا ايه اللي هو حول اللي هو الحجم أول حاجة نبدأ نجيب مين اللي هي ايه القتلة القتلة بتساوي الكسافة فيه اللي هو ايه الحجم فعندي أقوله بما أن اللي هي الكتلة بتساوي كسافة في اللي هو الحجم تعالنا نعوى كده كسافة من دانب كام من دانب 8 و 8 من 10 8 و 8 من 10 في الحجم كام ب 10 لما أضرب الاثنين دول في بعض هيطلع لي 88 طب أنا أجيب إيه الكتلة الوحدة بتاعت إيه جرام بعد كده أحول طبعا الجرام ده احنا عارفين طبعا الوزن بيساوي الكتلة فين في عجلة الجاذبية بس لازم القتلة تقوم بإيه بالكيلو جرام فحول الجرام لإيه إلى كيلو جرام طبعا أنا أحوله زي هيسم الرقم اللي هو طالع عندي ده على ألف يبقى عندي هنا لإيه قتلة القرى بتساوي الرقم اللي طالع عندي لو كام تمانية وتمانين اسمه على كام على ألف عشان أحوله إلى كيلو جرام هيطلع لي تمانية وتمانين من ألف كيلو جرام يبقى أنا حولت الجرام لإيه لكيلو جرام بعد كده هبدأ أجيب الوزن الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية الكتلة لسه جايبينها بكام؟ ب88 من ألف في عجلة الجاذبية اللي بكام؟ قليلا بعشر يبقى هدرب الرقم ده في كام؟ في عشر هيطلع معي 88 من مية أنا بجيب ايه؟ الوزن الواحدة بتاعتي اللي هي نيوتن آخر حاجة جبها له لو طلبه بقى عندي اللي هي طاقت مين؟ طاقت الوضع أقول له بما أن طاقت الوضع بيساوي الوزن في الارتفاع تعالنا عوة كده الوزن جبناه بكام؟ ب88 من مية الارتفاعه مدوني بكام؟ بعشرة متر يبقى هدرب ده في كام؟ في عشرة هيطلع لكام؟ هيطلع له 8 و 8 من 10 أنا بجيب هنا ايه؟ طاقة وحدتها ايه؟ دهي الجول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القسين من المفصليات التي لها 6 أرجل 6 أرجل يعني حشرات الزبابة ولا العقرب ولا الانكبوت ولا الجنبري طبعا مين؟ الزبابة عنصر عدد الزري 12 يحتوي مستوى الطاقة الخارج لزراته على كام؟ تعالي نوزع الاتناشر قد النواة عندنا أول مستوى اسمه K هيكون فيه كام فيه اتنين؟ تمانية اتنين K L M تعالي نعد كده اتنين وتمانية عشر أو اتنين يبقى كام؟ يبقى اتناشر يبقى اخر مستوى فيه كام فيه اتنين يبقى نختار مين؟ اتنين عدد العناصر يساوي عدد الزرات فيه جزء مين يا ترى؟ طب اول حاجة عندنا مين؟ اللي هو المية اول حاجة اللي هي مين؟ اللي هي المية المية زي ما احنا عارفين اللي هي الرمز بتاعها اللي هو H2O هنا فيه كام زرة؟ عند اتنين هيدروجين واحدة اكسوجين يعني ثلاث زرات بس كام عنصر؟ اتنين بس اللي هو الهيدروجين والاكسوجين يبقى ايزا دي ما تنفعش معنا انتي غلط نحن 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 نح ايه هيدروجين فازان ده كمان ما يفعش معنا هنيجي بعد كده الكلوريد مين الهيدروجين اللي هو HCL HCL دول كم زره اتنين طب كم عنصر اتنين برضك لان الهيدروجين هو اللي هو كلور فاصبح ده الصح عندنا الاتنين بيساوا بعض ليه عدد العناصر تمام بيساوا عدد مين الزرات من العناصر التي تتفاعل بصعوبة مع اكسجين الهواء الراتب عاوزين هنا يتفاعل مع ايه بصعوبة فيطر الزهب ولا البوتاسيوم ولا السوديوم ولا اللي هو مين اللي هو الألمونيوم طبعا عندنا الاجابة الصحة اللي هو مين اللي هو الزهب هنختار مين اللي هو الزهب استخرج الكلمة غير مناسبة ثم مكتب مع يربط بين باقي الكلمات الزيت الخشب عملة معدنية اللي هو الفلين هنشيل مين هنشيل اللي هي العملة معدنية ده اللي غلط طبيعة الحاجات اللي هي عند دي تنوع عبارة عن مواد تطفو على سطح الماء او ممكن اقول المواد كسافتها اقل من كسافة الماء طاقة الحركة الشغل القوة الازاحة اللي غلط عندي هنا طاقة مين الحركة وقول له هنا اللي بيربط دول مع بعض اللي هو الشغل بيساوي القوة في الازاحة قنديل البحر الديدان المحار الاختبوط اللي غلط مين المحار عشان ده عنده دعام خارجية انما بيات الحاجة دي كلها بسميها كائنات رخوة كائنات رخوة يعني ما عندهش دعام الحملة التوصيل الاشعائي اللي احتكاك هنشيل مين اللي احتكاك واللي قدام كل ده عبارة عن طرق انتقال الحرارة اعلل حجم مخلوط الكحول والماء اقل من مجموعة حجم ميهمة قبل الخلط اقول له اللي جابة برقم جيم عندنا لان بعض جزيئات الكحول تنتشر خلال المسافات البينية للماء فعشان كده الحجم ايه بيقل اكمل العبارات الاتية في الدينامو تتحول الطاقة نقط الى طاقة نقط الطاقة اللي هي ميكانيكية تتحول الى طاقة ايه قهربية عند تسخين الماء فان جزيئاته تكتسب ايه تكتسب اللي هي طاقة حرارية طاقة حرارية فتزداد نقط حركاتها احنا عارفين لما نبدأ نسخن مية اللي هي الحالة السائلة بتتحول الى حالة ايه غازية نتيجة ان الجزيئات بتاعتها بتكتسب طاقة ايه طاقة اللي هي حرارية الطاقة الحرارية دي تنور بتزيد من سرعتها وعند درجة الغلام بتبدأ تنعند من اللي هي قوة التماسك اللي هي موجودة بينها وبتتسع اللي هي المسافات البينية وبتبدأ تتحول من حالة اللي هي سائلة الحالة ايه اللي هي غازية فاقوله تزداد مين اقوله تزداد اللي هي طاقة ايه حراركتها طاقة حراركتها سوما تحتها خط يعني الكلمة اللي تحتها خط دي غلطة انشالها ونكتب حاجة مكانها تظل المادة ايه ترى ايه محتفظة بشكلها وحجمها مهما تغير شكل الاناء الموضوعة بيه طبعا اللي هي المادة مين المادة اللي هي الصلبة فعندها شيء اللي هي الغازية واكتب مكانها ايه الصلبة يطرى مين من المواد الصلبة التي لا تليم بالتسخين عندنا طبعا خدنا مثالين اللي هو الفحم وممكن اقوله كبريت اي حاجة فيهم صح محلول مين راضية توصيل الكهرباء طبعا اللي هو محلول اللي هو السكر في الماء السكر في الماء او ممكن اقوله كولوريد الهيدروجين في البنزين تعتبر الخفافيش منين يا طرى؟ طبعا ما سميها ايه؟ من الساديات قارن بين السنجاب والارنب من حيث عدد القواطع في كل فك اول حاجة عندنا اللي هو مين؟ اللي هو السنجاب فنبدأ كده بي اول حاجة عندنا اللي هو ايه؟ السنجاب او اعاوز عدد مين؟ عدد القواطع في كل فك السنجاب عنده اللي هو زوج واحد يوجد زوج واحد من القواطع الحادة في كل فك الحاجة التانية عندنا اللي هو مين؟ اللي هو الارنب اللي هو الارنب عندنا يوجد زوجين من القواطع في الفك العلوي وزوج واحد في الفك السفلي ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ لا تستطيع النباتات اكلة الحشرات امتصاص المواد النيتروجينية اللازمة للصنع الدهون طبعا كلام ده غلط التصحيح العبارة هنا لو طلب من التصحيح اقول له هنا لا تستطيع النباتات اكلة الحشرات امتصاص المواد النيتروجينية اللازمة للصنع عمين اللي هي البروتين اول مواد البروتينية مستوى الطاقة اللي هو السالس اللي هو M يتشبع ب8 الالكترون طبعا الكلام ده غلط وبتشبع بكام ب18 احنا عارفين كيه بتشبع ب2 بعد كده 8 18 بعد كده كام 32 تطلع الكبار وعمادة الانارة من وقت الاخر لحمايتها من الصدق طبعا الكلام ده صح الطاقة ميكانيكية هي مجموعة طاقتين الوضع والحركة للجسم برضك عبارة ايه صحيحة هنيجي بعد كده الاختيارات اول حاجة هن بقول لي اختار من العمود بما يناسب اللي هو العمود ايه عند اول حاجة اللوامين اللي هو البراميسيوم هنشوف كده اللي يماشي معانا ايه هنختار معانا رقم 4 اللي هو كائن وحيد الخلية يبقى 1 مع كام 1 مع 4 بعد كده عندنا اللوامين اللي هو القوقع تتميز بوجود وعما ايه خارجية اللي هي رقم كام رقم 3 بعد كده رقم 3 عندنا اللي هي الاسماك هتماشي معانا هنا تتميز بوجود وعما ايه داخلية لرقم كام من رقم واحد بعد كده عندنا اللي هو العقرب طبعا منين من اللي هو ايه المفصليات وطبعا ده عنده اربع ازواج منين من اللي هي الارجل المفصلية من الشكل المقابل زك اعرفه من عدد مين البروتونات اللي هي جوه kim 11 يبقى هنا بيسوي كام بيسوي 11 وممكن نجمع له عدد مين الكترونات اللي بره 21 وحكام 11 الحاجة التانية اللي هو عدد مين اللي هو الكتلي هجمع لجوة النواة 11 وكام و12 يطلع لكام يطلع لتلاتة وعشرين علشان العدد الكتلي مجموعة عدد البروتونات المجابة والنيترونات المتعدلة بعد كده رقم ثلاثة عدد مين البروتونات هعرفها طبعا جوة النواة قدام له الموجب بقدام اللي هو كام اللي هو 11 بس وكام 11 يا رب وكنت فاهمنا ما تنساناش من صلاح دعوكم كان معكم استرطاء وإلى اللي كانت شاء الله في حلقة قادمة وبالتوفير للجميع يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته